السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد اللي رح ينتقل يوم الجمعة 23 شباط فبراير رح ينتقل لبرج الحوت طبعا انتقال عطارد رح يكون الساعة 7 و28 دقيقة من صباح يوم الجمعة رح ينتقل كوكب عطارد من برج الدلو لبرج الحوت ورح يستمر في حركة أمامية حتى صباح يوم الأحد 10-3 لغاية الساعة 4 ودقيقتين صباحا لا ينتقل بعدها لبرج الحمل يعني حركة أمامية بالنسبة لكوكب عطارد كوكب عطارد هو المسؤول بتاثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات من صفات كوكب عطارد انه بيعطينا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور في كثير من الحركة في هاي الفترة طبعا هذا من ناحية إيجابية ولكن من سلبياته اللي هي أهم سلبية إنه بعطي العصبية أو التسرع في كثير من الأمور خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الحوت بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبتزداد رغبتهم في المطالعة والدراسة وإجراء اتصالاتهم وأيضا القيام بالسفريات الضرورية والتنقلات والاتصالات بكافة أنواعها بيستفيد معهم موليد الأبراج المائية الأخرى زي السرطان العقرب وأيضا الترابية اللي هم الثور والعذراء والجدي وكل شخص لما انولد كان عنده عطارد موجود في برج الحوت طبعا من صفات الأشخاص اللي بينولدوا بكون عندهم عطارد موجود في برج الحوت هدولا يعني بيدرك إنه بيتوصل لقراراته من قوة الحدث والإلهام لأنه عنده سرعة بديهة عالية جدا بالتحليل وقراءة الأشخاص والحدث الخارق جدا بكون عندهم عشان نحدد إحنا طيب لما بكون موجود بالحوت هو رح يكون سعيد ولا منتحس لازم نشوف الزوايا الفلكية وإيش رح تشكل في الفترة القادمة أول شيء أهم زاوية رح تتشكل اللي هي رح تكون يوم 28 اثنين هي زاوية اقتران سلبي رح تكون بين عطارد وبين زحل هاي زاوية نجد صعوبة في تحليل الأمور بتسبب التعب والقلق والحذر وأيضا تعطينا شوي هيك من ميل للكآبة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أن يضر بالصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 29 اثنين زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المشتري فمنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات بزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو الدينية وبرضو بيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحويل هو بيعني أنه فترة مناسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي ممكن تمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات أو الأمور اللي تتعلق بالدعاوة القضائية ممكن أنه تنحل بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم 4-3 زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين أورانوس ننشط كثير بالفترة هاي وممكن نسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز قدراتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا تمنحنا ذكاء أو خيال وقدرة مبتكرة وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين لكنها ممكن أنها تضر بالتركيز عندنا شوي من ميل بالفترة القادمة اللي هي فترة هاي الزاوية اللي هي من 4-3 قبلها في 3 أيام وبعدها في 3 أيام للأمور الفنية اللي تتعلق بالسينما بالتلفاز وأيضا بالأمور اللي لها علاقة بالكهرباء أو الأجهزة الإلكترونية ومن ميل لتقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض للسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين نبتون نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولها دون أن يعبروا عنها بصراحة بتساعدنا في إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية برضو بتجعلنا مش وي هيكي إنه ممكن نكون غير منطقيين في تفكيرنا وممكن نتسبب إنا اضطرابات نفسية بتدفعنا للخداع يعني هي اقتران إيجابية ولكنها برضو بظل فيها نوع من أنواع الانتزاج السلبي فلازم أنبه من هاي النقطة طيب خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على الأبراج عشان هيك دك تسمع برجك دك تسمع طالعك دك تركز بشكل جيد بالبرج والطالع وتشوف مين الأقوى بتأثيراته عليك وتأخذ بها المعلومة زي ما شفنا زوايا تقريبا أغلبها إيجابية فرح يكون وضع إيجابي بالفترة القادمة فعشان هيك بدنا نشوف إيش الإيجابية اللي رح نكسبها برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود عطارد في بيت المتاعب بالنسبة لك بيجعلك تهتم كثير بالأمور الغامضة وأسئلة عن الحياة ما بعد الموت والغيبيات والروحانيات وبتحاول إدراك جوهرها ممكن تأخذك الرغبة في الاهتمام بالأمور الدينية الأمور الغيبية الروحانيات العالم الآخر الأمور الفلسفية أو ممكن تقبلوا على قراءة الكتب اللي بتتعلق في هذا الموضوع أو تواصل مع أشخاص بيشتغلوا في هذا المجال يعني النصابين أو المشعوذين رح يستفيدوا كثير من وراء موليد برج الحمل برضو بيكون عندكم تأثير خفي وغير مدرك في وسطكم ومحيطكم حسب طبيعة عملكم بتعملوا على يعني بطريقتكم الفطرية في تسيير الأمور خلال هاي الفترة بتجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا عطارد رح يتواجد في بيت الأصدقاء وعلاقاتك الأجتماعية فبيجعلكم قادرين على الحوار مع الأصدقاء بتمتلك الرغبة والقدرة على الإقناع وتبادل الأراء البناءة والخلاقة لا سيما فيما يتعلق بإنجاز بعض الأمور العلمية أو الفكرية وممكن يكون هيك في نوع من أنواع مصدر إلهام منك أنت للآخرين وبيظهر تأثيرهم المباشر من خلال عبارات المديح أو الإطراء اللي بتعزز من شخصيتهم وبتميزهم فترة جيدة للتخطيط لمشروع تشارك إنمائي أو ممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع الأصدقاء أو تنشط باتصالات، مناسبات، حفلات، لقاءات تتعرف على أصدقاء جدد أو دعم حتى من بعض الأصدقاء لا إلك في مسألة ما يعني بحاجة لواسطة الفترة هاي بتساعدك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا وجود عطارد رح يتواجد في بيت السمعة وبيت العلاقات الإجتماعية العالية شوي فهنا نحكي عن الترقيات، عن العلاقات، عن الترقي، عن أمور هاي فعشان هيك تحمل لك علاقات طيبة مع المسؤولين عنك في مجال العمل وبيكون صوتك مسموع عندهم ممكن تأخذ أفكارك على محمل الجد أو تجد طريقها للعلن عن طريق مشروع أو ترقي كما أن الفترة هاي بتعامل نوع من أنواع القدرة على تحسين صورتك الاجتماعي وأظهار جوهرها الحقيقي أمام الآخرين ولكن عليك أنك تكون واضح بعيد عن الضبابية في تعاملاتك ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية هاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذو نفوذ برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود عطارد في بيت الدراسات العليا والسفر البعيد والهجرة يعني بيعزز كثير من الأمور بالنسبة لأي لك وتعتبر هاي فترة مميزة بيفتح أمامك الفرص الكبيرة للقيام بذلك برضو بتكون فترة مناسبة لإقناع أشخاص بيقيمهم في الخارج أو منظمات دولية أو جامعات للتعاقد أو السفر بهدف الدراسي أو العمل أو ربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء بتجدوا نوع من أنواع الدعم الكبير في حال استطعتم الاستفادة من أفكاركم في هذا الموضوع كل شيء بتخططوه له في هاي الفترة بيجد طريقه للتحقيق في القريب العاجل فعشان هيك لا تستهينوا بهاي الفترة يعني رح يكون في دعم قوي بالنسبة لأي لكم حاولوا أنكم تنشطوا وتستغلوا الفرص وإبعدوا عن السلبية في حل بعض الأمور أو أنه يسيطر عليكم أنه لا ما بنقدر لا ما رح تزبط لا هي هيك حاول أنك تنجز أشيائك برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد طبعا بتنصب أفكاركم حول ضبط أموركم المالية المشتركة فترة جيدة لإتمام المعاملات العقارية أو الأمور اللي تتعلق بإرث أو قرض بنكي مثلا أو طرح أفكار بتتعلق في الوضع المالي ممكن اتصلوا لهيك شيء بيرضي الطرفين لحل وضع مالي أو شيء له علاقة بخلاف مالي أو خلاف في الآراء بتجدوا أنفسكم تعملوا على خلق الأفكار وابتكارها في تحسين المنزل ترتيبه بطريقة جيدة بتنعكس إيجابي على نفسيتك أهم شيء ما تبالغوا في التدقيق أو النقد أو توجيه الملاحظات المباشرة للآخرين تجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون والنفقات المالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا وجود عطارد في بيت الشراكي بيفتح أمامك الأبواء مشرعة لتبادل الأراء والوصول لشيء بيرضي الطرفين في العلاقات العاطفية خصوصا ما بين شركاء شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو حل أي مشكلة عالقة ممكن يجد فيك الشريك العاطفي مثالا حقيقيا عشان هيك حاول أنك ما تعصب وما تنتقد أما في مجال العمل فهي الفترة المناسبة أيضا للدخول في شراكة عملية حقيقية بتعود عليكم بالنفع والربح ممكن هيك اللي عندهم بعض القضايا العالقة في المحاكم أو دور القضاء عليهم الاستفادة من هاي الفترة من قدرة القدرة على الإقناع وحل المشكلة لمصلحتهم هاي فترة مناسب لتسويد الخلافات والنزاعات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وجود عطارد في بيت العمل والصحة بيجعل العلاقة مع زملاء العمل مرضية جدا أو بيكون لها أثر إيجابي عليك ممكن تجد بعض أفكارك طريقها للتعقيق في إطار العمل اللي بيكون عنده مشروع في العمل أو إنجاز في هاي الفترة هاي الفترة الأفضل لهاي الأمور كما أن هالفترة الأفضل للدخول في برامج صحية أو قذائية مناسبة يعني لأنه ممكن تعطيك النتائج الإيجابية خصوصا اللي بدهم يعملوا عملية تكميم مثلا للعملين في مجال الطب والصيدة اللي بتكون فترة مناسبة لاكتشاف عقار طبي أو طرحه في الأسواق أو لإنجاز عمل جراحي مهم جدا كما أنها هاي الفترة بتزيد من حيويتك وبتزيد من صحتك كثير من مواليد برج الميزان ممكن يبدأوا عمل جديد أو يعرض عليهم عمل جديد بهاي الفترة يكون أفضل من العمل اللي هم فيه برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا وجود عطارد في بيت الحظ هذا يعني بيجعلكم تنشطوا في كل الأمور المتعلقة بالمتع العقلي والفكري والأدبية وبيكون تأثير كبير منكم على الوسط المحيط بيجدوا فيكم الكثيرين من اللي حواليك قدرة أو تكون قدوة أو مثل يحتذا به كثير من مواليد برج العقرب بيحثوا أولادهم على الدراسة أو بيتواصلوا مع أحبائهم مع أولادهم فكريا أيضا ممارسة الهوايات أو الأمور اللي تتعلق بالتجميل والترفيه بتلتقوا بكثير من الأشخاص اللي تجد فيهم سمات المعجبين أو اللي بيلاطفوه بتتلقوا كثير من المديح والإطراء في هاي الفترة على الأشياء اللي تنجزوها ممكن تخلقوا جو من الفرح والمرح في كل مكان بتكونوا فيه بتعرف لقاءتك متعة بيكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن توقضي أوقات ممتعة أيضا هاي فترة مناسبة أيضا للي بيشتغلوا في مجال النشر أو التأليف بالنسبة للكتاب والشعراء كما أنه بتهتموا في هاي الفترة بالأنجز اللي بينجزوها أبنائكم من إبداع وبتكون مصدر دعم وإلهام بالنسبة لألهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا وجود عطارد في بيت العائلة أو بيت البيت بيجعلك صاحب تأثير على أفراد أسرتك وفي علاقاتك مع الأب على وجه الخصوص وأيضا التقرب منه بشكل خاص بتجد نفسك مدفوع لإدخال أفكار جديدة إلى نمط أو سلوك أو التصرفات داخل المنزل وبيكون لها صدى إيجابي أو تأثير كبير كمانها بتحمل بعض المسؤولية الملقاة على عاطقك وبتكون النتائج جيدة تنصب أفكاركم حول شؤون عقارية وبيتية وعائلية مثل استيجار بيت بعقار عالق مثلا أو حل مسائل عائلي أو ديكور أو أشياء من هذا القبيل بتسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهذه فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع تتعلق بالمنزل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تعتبر هاي الفترة الأنسب للتنقلات والسفر القريب والتبادل التجاري اللي بيعود عليك بالأرباح ممكن تجدوا حلول مهمة وجوهرية للتخلص من بعض المشاكل العالقة بيستفيد طلاب المرحلة اللي هي الابتدائية أو الثانوية بيستفيدوا بشكل كبير بالأمور اللي لها علاقة بالامتحانات بالدراسة وأيضا الأشخاص اللي عندهم مقابلات بيستفيدوا بشكل كبير بتكون النتائج مرضي بيكون لها برضو تأثير واضح على حياتك أيضا بالفترة هاي اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو السيارات الإلكترونيات بيكون لكم أيضا تأثير على أخوتكم وأخواتكم من خلال الحوار وتبادل الآراء بيستفيدوا الطلاب اللي زي ما حكينا بالأمور الدراسية ممكن يهتموا كثير من موليد برج الجدي إما بشراء سيارة أو استبدال سيارتهم أو اقتناء أجهزة إلكترونية جديدة هاي فترة مهمة للقيام بأسفار والدراسي والعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية واللي بيشتغلوا في مجال التجارة بيستفيدوا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود عطارد في بيت مالك يعني بيدعم كثير من الأفكار الموجودة عندك اللي أغلبها بتتعلق بكسب المال الدخول في علاقات مالية مهمة مع البنوك والمصارف هاي فترة مناسبة للتخطيط المالي أو إنجاز مشروع مهم بيكون نتيجة للتواصل مع أشخاص بيقدموا لك نوع من أنواع الدعم نتيجة اقتناعك بأفكارك أو اقتناعهم بأفكارك وطموحك بيدعمك بشكل كبير استفيد ما أمكن من قدرتك على الخيال أو الخلق الفكري والإبداعي على حسب طبيعة عملك يعني رح تستفيد من هاي النقاط منكم أشخاص ممكن يسمع خبر صار بخصوص عمله أو يحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية والعمل الإضافي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيساعدكم كوكب عطارد اللي موجود في برجكم على دعم مشاريعكم الأدبية والثقافية بتزداد رغبتكم في القراءة والمطالعة والتاليف والكتابة الأدبية بيستفيدوا الطلاب عموما في إنجاز ما ترى كم من دروس بهاي الفترة كما أنه بتكثر عندكم الحركة والتنقلات والاتصالات وبتشهدوا فترة غنية جدا في التواصل مع الآخرين بتمتلكوا قدرة استثنائية في هاي الفترة على إقناع الآخرين بأفكاركم ومشاريعكم المختلفة أو برضو بيكون لما ظهركم وسلوكم تأثير واضح في محيطكم استفيدوا من هاي الفترة لأنها فترة إيجابية أو بداية فترة إيجابية رح تدعمكم بشكل كبير هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر